السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اما عن سؤالك الثاني قضية الحجاب الحجاب بنت مالكة هو ماشي صنة هو واجب الشريعة الاسلامية عادنا الواجب وعدنا الحرام وعدنا المباح وعدنا المكروه وعدنا المستحب فالحجاب هو واجب من الواجبات مشي من الفرائض من الواجبات كالفرائض معروفة هي الصلاة والصيام والحج هي الأركان دير الدين ثم عندنا الواجبات هي أقل مرتبة من الفرائد عدنا الأركان وعدنا الفرائد وتحت مننا الواجبات عد المستحبات عد المباحث فهو من الواجبات لكن هناك من يتعذر عليه استعمال الحجاب لظروف ظروف نفسية ظروف اجتماعية الحجاب كان عادي جدا النساء دينا كلهم كانوا في السبعينيات من هذا القرن جميع النساء والبنات المغربيات وفي العالم العربي كلهم كانوا محتجبات احتجتنا الموضة مما بعد الموضة جتنا من التغريب وجاءت لبس آخر عصري ثم جت واحد موجة أخرى دي الإرهاب أن صار الحجاب مرتبط بأفكار إرهابية أو بطريقة دي الإخوان المسلمين اللي يسمونه بنقاوسي الإخوانجية فكان تيار الإخواني اللي كانت عنده واحد نظرة إلى الوجود وإلى الحياة وإلى الدولة خصوصا الدولة القطية السياسية أنه يدعو إلى الخلافة إحياء الخلافة الإسلامية فالتيار الإخواني بدعوته إلى قيام الخلافة الإسلامية ولو الأجهزة الأمنية يخافون منه ويتجوز خوفاً حتى أنه صنفاً من التيارات الإرهابية ومن ثم صبح أي واحد يدير الحجاب يسمى إخواني أو إخواني رأى متهمون حتى تتبت برأته هنا الدين سيدخل في السياسة وسيدخل في الأمن وسيخلق بلبلة وسيخلق فوضى مع العلم أن الحجاب رأى عند أمهاتنا وعند جدتنا كان أمر عادي جداً حتى في أوروبا فرنسا الآن اللي هي باريز مدينة الجن والملائكة اللي فيها آخر صيحات على الموضة العالمية لمن يجيب وغيرها أرى كانت حتى إياه قبل الحرب العالمية التانية كانت كل محتجبة لغي يشوف الأشرة الوثائقية دي الفرنسا ودي الألمانيا ودي الأمريكا غادي القنسة كلهم كانوا محتجبات تبعاً للسيدة مريم العذراء عليها السلام فالمسيحيين كانوا محتجبين كلهم أخوات واللي ما محتجباش على أكد لباس لباس محتشم اللي يمشي الكنيسة غايدخل غلق الصورة دي المريم عليها السلام السيدة العذراء غادي القاها لبسة درة دير الزيف ولبسة لباس محتشم هذا هو الطبيعة للوجود أما ما وصل اليوم من هذه الأمور هذه موجة ولن تستمر سيأتي يوم من الأيام وتعود الأمور إلى أصولها لكن في ضمن هذه الضغوطات النفسية هنقول لك بنتي أنا بنتك ديري الحجاب أنت مقتنعة محترمة معززة مكرمة عندك في نفسك القدرة على أنك تديريه أنت تحافظين على دينك تحافظين على على سمعتك وتحافظين على فلسفة الزي الإسلامي يسمون العلماء فلسفة فلسفة زي الإسلامي من اللي نستعملوه كنعود كنحمر رسالة يعني يخصي نباعد من المحرمات نباعد من الشبهات نحرص على فعل الخير أما نديروه وربما يكون عندي مزال في نفسي رغبة في المتاع ورغبة في في الأمور لي محرمة بلاش من ديروش تنحساسي تقويت تقويت وصمحت قلبي طاهر ونفسي صالحة و بشيء أنا غنصبح غنصبح لإنسان أنه ملاك طاهر من السماء أبدا سمحته في الدنيا يقع في الخطأ والصواب لكنه واجب من الواجبات لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين هكذا أول مرة نزلت هذه الآية يا أيها النبي ربك خاطب سيدنا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني الجميع بدأ بالأزواج دياله أولا أهل بيته والبنات دياله ثم نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين المرأة كتلبس لباس محترم جلباب يعني لباس فضفاض مش شفاف وهذا كان الصغة مش للوجوب كتل الاستحباب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين سدا لدريعة النظر لكن فيما بعد نزلقى الله تعالى قل للمؤمنات يغضدنا وقل للمؤمنات يغضدنا من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى أن قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيظة لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكثين قال لا ينبغي أن يرى منها لا ينبغي مثاد لا يفيد الوجوب يفيد الاستحباب هناك سياق كثيرة في تشريع الحجاب العلماء منهم من قال كلها تفيد الوجوب منه من قال هي تفيد الاستحباب لكن على كل حال هي فارضة من فرائد الدين على الإنسان أن يقوم بها بالتدرج احتجي شعر بنفسه بأنه نفسه تقوات وصار قابل لحمل راية الإسلام فليفعلها وأسأل الله تعالى أن يحبب لنا ولكم جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشد السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لك بنت مالكة أولا بتنوه بك هني قال لك بجتي القرآن الكريم را الجوهر دي الوجود هو القرآن الكريم ليهدى الله القرآن الكريم فقد هدي إلى السيراط المستقيم والطريقة دي الحفظ جميلة أننا نكتشف طرق جديدة طريقة عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك هو الأفضل أن يكون الحفظ عن طريق مشايخ لأن القرآن الكريم يحفظ عن طريق اللسان التحفظ يكون باللوح ويكون بالقلم ويكون بالشيخ هذا أركان أساسية بشيكون الحفظ قوي ويكون متين لا بد من وجود الشيخ لأنه يلقى شفاهيا ثم اللوح ثم القلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في لوحين محفوظ اقرأوا ربك الأكرم هذه مكونات دي الحفظ لكن في غياب وجود هذه الشروط ناس كي يعيشون ربما في قرى في مداشر بعيدة ما كيش عندهم كتتيب قرآنية طريقة تقنية حميلة نستثمرها وهي استغلال الواتساب واستغلال الفيسبوك وكان فعلا هناك عدة مجموعات كي يخلقوها الناس وكي يحفظوا فيما بينهم مثلا أرشدوا إلى مجموعة جميلة في الفيسبوك في الواتساب دي الشيخ سعيد مسلم اللي كان معنا في الإدعاء واللي دي ما كيسمعوا الأذن دياله ادخل الواتساب ولا ادخل الفيسبوك ودير سعيد مسلم غيخوزيك واحدة مجموعة كبيرة فيها المقرئين والمقرئات وكيدروا طريقة دي الحفظ والأداء وكي يكون الشيخ يستمع مرة مرة كي يرأوا اللايف كتسمع ويصحح القراءة وكي يقول لك هناك إدغام هنا إخفاء هنا إقلاب هنا ترقيق الراء هنا تفخيم الراء هنا خد النفاس وكي يبقى يشرح لك سهل القراءة وكي تحفظوا الناس يرددون فطريقة تقنية جميلة للحفظ لكن تبقى دائما لا بد من وجود الشيخين ولا بد من اللوحي والقلمي وهنيئا لك بنتي ملكة الله يكمل لك الرجاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة